لقيام لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم ولا يزال نحو 31 آخرون في تعداد المفقودين وذلك خلال فيضانات شديدة شهدتها ولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة ووفقا لوكالة إدارة الطوارئ في تينيسي فتم انتشال الجثث بعد فيضانات مفاجئة كارثية كما أغلقت الفيضانات الطريقة السريع الرئيسي بالمدينة يذكر أنه تم إعلان حالة طوارئ مفاجئة جراء الفيضان لأجزاء من غرب وسط ولاية تينيسي بعد استمرار هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعضية على نفس المواقع حذر المركز الأمريكي للأعصير من تحول عاصفة هنري إلى عصار من الدرجة الأولى مع وصول سرعة الرياح إلى 120 كيلو متر في الساعة وكان جزء من شمال شرق الولايات المتحدة قد وضع في حالة تأهب مع اقتراب الأعصار الذي قد يصبح الأول الذي يضرب سواحي نيو أنجلند منذ 30 عاما من عاصفة إلى أعصار من الدرجة الأولى هكذا كانت تحولات العاصفة هنري في طريقها نحو الشمال الشرقي للولايات المتحدة وفق تحذيرات المركز الأمريكي للأعصير الأعصار هنري الذي كان بسرعة 120 كيلو مترا في الساعة كان متوقعا أن يبلغ نيو يورك أو نيو أنجلند خلال ساعات قليلة لكن مركز الأعصير بدأ يترقب تراجع قوته واتخذت السلطات الكثيرة من الاستعدادات والتأهب في أنحاء المناطق المحتمل أن يضربها الأعصار خاصة مع توقعات المركز الأمريكي بغطول أمطار وتحذيرات من مخاطر السيول وكان جزء من شمال شرق الولايات المتحدة بما يشمل نيو يورك قد دخل في حالة تأهب مع اقتراب الأعصار هنري الذي كان سيصبح أول أعصار يضرب سواحل نيو أنجلند منذ 30 عاما حيث تسبب آخر أعصار وكان في عام 1991 في مقتل 17 شخصا على الأقل وربما لوجود هذه الذكرى الأليمة كانت التوقعات بمخاطر الأعصار مرتفعة ودفعت تلك التوقعات عددا من حكام الولايات إلى حث السكان على الاستعداد لما هو قادم سواء من خلال تجنب التنقلات غير الضرورية أو الاحتمالات بأن يتسبب الأعصار في إغلاق جميع الشواطئ والمتنزهات أو انقطاع التيار الكهربائية ولم تشهد المنطقة مثل هذه الأحوال الجوية القاسية منذ عشر سنوات وقالت إدارة الأرصاد الجوية أن آخر مرة صدر فيها تحذير في المنطقة كانت عند مرور الأعصار إيرين أواخر أغسطس من عام 2011